ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وعطت في المدة السابقة ثقة كاملة للمجتمع الدولي وأوقفت الكفاح بصفة نهائية وانتظرت 30 سنة من المماطلة والعود الكاذبة والانتظار الممل وعبر القياد الانفصالي خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت بمشاركة ممثل الجبهة الدائم لدى الأمم المتحدة عن استعداد البوليساري للتفاوض ولأي وساطة مردفا بالنسبة لنا هذا الكفاح سيستمر هناك مفاوضات وليست هناك مفاوضات وهذا انطلاقا من التجربة الماضية للشعب الصحراوي وبالنسبة لموقف المغرب فإنه لا يتفاوض مع جبهة البوليساريو الانفصالية حول صحرائه إذ إن اللقاءات السابقة التي أشرف عليها هورس كولار المنبعوث الأمم السابقة لم تكن مفاوضات بين المملكة والبوليساريو بل كانت على شكل موائد مستديرة بحضور الطرف المعني مباشرة وهو الدولة الجزائرية وأكد ناصر بوريط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أن المغرب لن يدخل أبدا في أي مفاوضات مستقبلية إذا لم تكن واضحة المعالم وعلى أي أساس تجرى وفي أي ظروف ووفق أي محددات وشدد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الاجتماع الوزاري لدعم مبادرة الحكم الداتي أن من بين هذه المحددات سلوك البلطجة الذي تنتهجه جبهة البوليساريو الانفصالية أي إن المغرب لا يمكن أن يجلس مع قطاع الطرق والمخربين ومخالف وقف إطلاق النار والاتفاقات الأممية ذات الصلة نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو أرجو الضغط على زر الإعجاب